من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد عمر محمد عمر ما حقيقة الحالة الصحية لدونالد ترامب؟ أهلا لنا الرئيس ترامب الليلة الماضية غرد بفيديو لأكثر من أربع دقائق فيديو مستمر لربما ليثبت بالعالم ليدحظ لربما حتى الحديث عن شعوره بضيق في التنفس تحدث عن تحسن حالته الصحية وبعد ذلك غردت ابنته إيفانكا ترامب بصورة للرئيس في قاعة اجتماعات ظهر فيها لوحده وهو يقلب أحد الملفات الرئيس يؤدي مهامه لكن بالتأكيد ليست بشكل طبيعي لأن هناك الكثير من الاجتماعات المجدولة قد تم إلغاؤها بالفعل وهناك اجتماعات عقدت عن طريق الدوائر التلفزيونية إلا أن الطبيب الخاص في البيت الأبيض الشاين كلوني قال أن الرئيس يؤدي جيدا وأن لا صحة للحديث عن شعوره بضيق في التنفس وهناك تحسن كبير وبلحوظ هذا الطبيب تحدث عن أن الرئيس يأخذ علاج ريدمسفير ويأخذ فيتامينات مساندة أخرى لكن فاكس النوز القناة المحافظة والقريبة جدا جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت عن أن الرئيس يأخذ مجموعة من العلاجات من بينها ريدمسفير العلاج الرئيسي الذي يأخذه الرئيس دونالد ترامب العلاج الثاني هو ريجيني رون وهو علاج من شركة أمريكية لم يطرح للأسواق إنه قيد الاختبار لكنه يعني كشف عن نتائج واعدة الرئيس يأخذ الجرع الأقوى بهذا العلاج وهي ثمانية غرامات في اليوم في الوريد بالإضافة إلى أجسام مضاد مصنعة نعم لهم أشكرك جزيلا عمر محمد مرسلنا من واشنطن